موسيقى السلام عليكم عدنا ثانية لنكمل المادة المقررة علينا في هذا الفصل إن شاء الله وبعد أن تعلمنا موضوع الساعة سوف نتعلم اليوم حروف الجر كم حرف من هذه الحروف نتعلمها كيف نستخدمها في اللغة العبرية وأولا أود أن أبدأ معكم باللغة العبرية بالتحية شلوم مرحبا سلام عليكم الإجابة شلوم وفرخة سلاما وبركة شلوم وفرخة لو كتبنا كلمة شالوم اللي معناها مرحبا معناها السلام عليكم إجابتها شالوم وووو لفظ الصحيح في اللغة العبرية السليم نحويا وفرخة سلاما وتحية سلاما وتحية سلاما وبركة حلوم اللي قلنا عليها معناها كلمة ميلوت ياخس أي حروف الجر حروف الجر ميلوت ياخس من هذه الحروف ما تعلمناه وسوف نكمل ونعيد حتى ما تعلمناه حتى نزداد فهما إن شاء الله في هذه المحاضرة في هذا الدرس بإذن الله تعلمنا الحروف البسيطة التي منها أخذنا حرف الميم بالعبرية ميم وقلنا إيش حرف الجر من المدرس سأل الولد يوسف قال له مئين آتا قال له أنيمة أنا من تيلافيب والبنت قالها مئين آت قالت له أنيمة عكو أنا من عكا وهكذا حرف الميم بمعنى إيش من إذن لما واحد يسألنا يقولنا مئين آت من أين أنت بتقولي أنيمة أنا من حرف الميم لحاله حرف جر ويش وبتكمل البلد أو المدينة اللي بدك تحكي عنها أنيمة عزة اللي هي غزة خان يونس خان يونس وأي مدينة أخرى أو أي مكان آخر بنقول مي وبنكمل حرف الميم أيضا تعلمنا حرف اللام بمعنى إلى كل يوم كل يوم أنا أذهب إلى حرف اللام لحاله هوليخ لا أونيفيرسيتا يعني هوليخ لا أونيفيرسيتا أذهب إلى الجامعة حرف اللام بمعنى إيش حرف جر بمعنى حرف جر كذلك حرف البعض اللي احنا تعلمنا اللي هو الواو والعطف مثل ما قلنا سارا فيه مثلا يارا سارا ويارا راحل فيه استر راحل واستر يتخاك في استر إصحاق واستر اللي كان معنا في الدرس الأول ما لهم بعل بإيشاء زوج وزوجة بعل ذه هاي الواو وإيشاء يتحاك ذه استر إصحاق وا وهكذا اللي هو الفاظ ما لهم حرف العطف كذلك عندنا حرف الشين أو أول إيش الشين بمعنى إيش اسم موصول الذي أو التي الذين أو التي اسم موصول لجميع الفئات المفرد والجمع المذكر والمؤنث هذا حرف الشين لحاله ويستخدم وإيش موجود في اللغة العبرية ويستخدم بكثرة لأنه يربط الجمل بعضها ببعض كأن نقول هتلميت مثلا الطالب شي يوشيف يجلس هاي الشين اللي أنا حطيتها يوشيف الذي يجلس مثلا ب حرف الجر كي تا في الفصل جار أكمل جار ب إيش نحكي تيل أفيف على سبيل المثال جار ب تيل أفيف يعني يسكن في تل أبي الآن ما أريده هتلميت شي الطالب الذي استخدمنا اسم موصول شيوشيف على سبيل المثال الذي يجلس بكثرة في الصف جار بيت تيل أفيف ييش يسكن جار أخذناها بيت تيل أفيف في إيش المدينة اللي قلنا عليها تل أبي طيب لو استخدمنا المفرد المؤنث هتلمي دا الطالبة شي بدل يوشيف بيستير إيش يوشيف مع المؤنث بكيتها بدل جار جارا تسكن بيت تيل أفيف إذن الشين برضو استخدمناها اسم موصول بمعنى التي هتلمي ديم الطلاب شي بدل يوشيف مع التلميديم الجمع يوشفيم بكيتها قاريم بدل جار عشان جمع بيت تيل أفيف هتلمي دوت الطالبات شي اللات يوشفوت عشان جمع مؤنث لازم الفعل بدل عليهم بكيتها في الصف ما لهم الطالبات ما لهم قاروت يسكن بيت تيل أفيف إذن أنا باستخدمت الشين إيش كاسم موصول وهو مهم جدا في اللغة العبرية في اللغة إيش العبرية أوكي هذا حرف مين حرف الشين استخدمنا كاسم موصول الآن عندي الحرف بيت اللي هو الباء في أنا لوميد به حرف الجر في أونيفرسيتات الأقصى أتعلم في جامعة الأقصى البنت مفرد مؤنث بتقول إيش أنا لوميد أنا لوميدت بأونيفرسيتات الأقصى هم طمير يفيد إيش جمع المذكر الغائد هم لومديم هم يتعلمون به في إيش أونيفرسيتات الأقصى هتلمي دوت هابانوت لم دوت ب البان في المعهد وهكذا حرف الجر بمعنى إيش في أوكي الآن نرجع تاني لحرف الشين استخدام آخر عشان نفهمه الشين استخدام آخر إله عشان إيش نفرق بينهم ونكون كل واحد على ناحية لكن نفهم إيش في هذا وإيش التاني الشين أيضا يستخدم نفس الشين هو اللي أنا خدته هان هو نفسه يستخدم إيش في استخدام آخر باللغة العبرية بمعنى إيش أن كأن تقول أحمد يقول أن غدا لا يوجد امتحان على سبيل المثال المعلم يقول أن الطلاب لم يأتوا اليوم وهكذا إذن كإيش هاموري المدرس هاموري طبعا موري بنحط له الكسر الخفيف عشان يقول موري أمير أمير يقول شي أن مخار غدا إن شعور لا يوجد درس إذن الشي نفسه استخدام آخر هانا استخدمناها اسم موصول وهي نفسها بنستخدمها بمعنى أن هي نفسها بنستخدمها إيش بمعنى أن واضح الأمور هيك لازم إحنا نفهم هذه الحروف كل واحد إيش استخدامه إن شاء الله بعدين عندي الحرف اللي بدي أتعلمه كمان اللي هو إيش عم عم بمعنى مع أنا قار أنا أسكن عم مع همش بخاش لي مع عائلتي أنا قار عم همش بخاش لي هو لوميد عم هو يتعلم مع موري توف مع معلم جيد إذن عم مع الكسرة لأنه يا بنات لو إحنا قلنا العين والميم وحطينا فتحة وقلنا عم هذه معناها شعب عم هيك بمعنى الشعب وجمعها عميم يعني شعوب اسمعوا العبارة بالعبري هاما فلسطيناي عم خزاك الشعب الفلسطيني الشعب قوي ومتربات ومثقف بيخل ويستطيع أن يفعل أشياء كثيرة إذا بدنا نسترسل في الحديث ممكن إذن لما أنا قلت عم هذه إيش كلمة اسم بمعنى الشعب عميم شعوب لكن نفس الحرفين هم هم مع الكسرة عم بمعنى إيش مع الواحد كويس كمان كمان يا بنات عَل اللي معناها عَلَا أو فوق أو عَن كل المعاني بالعرب هاي تسوي إيش الكلمة عَل مثلا أنا همور إيه كتف عَل هلوح عَلَ اللَّوح فوق اللوح هاي يوم اليوم آنحن نحن لُم ديم نتعلم عَل شيكس بير نتعلم عن مين عَن شيكس بير وهكذا إذن أنا بستخدم حرف الجر عَل بمعنى عَل عَلَا أو فوق هسيفر هسيفر نعرفه الكتاب هسيفر عَل هشلخان الكتاب فوق الطاولة كلها عبارات سليمة أنا بستخدم عَل بمعنى عَلَا أو عَن أو فوق الآن في عندي عَل يد والتنتين مع بعض أداة واحدة اللي معناهم بجانب معناهم بجوار معناهم بالقرب من عَلْيَدْ هَمُورِي اللي هو المدرس ما له؟ عُمِيد هَمُورِي هلنكتب هَمُورِي 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 اللّوح 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 اللّي هي السبورة إذن لما بدأ حكي إيش أقول عَلْ يَدْ هَدولا أداة واحدة التنتين هدولا مع بعض أداة واحدة وهذه عَلْ أداة واحدة إذن عَلْ لحالها وَيَدْ يَا بَنَاتْ لحالها بمعنى يَدْ يَدْ يعني إيدْ يَدْ لحال وعَلْ أخذناها عَلْ لحال وتنتين جابوا لي كلمة جديدة معناها إيش؟ بجانب بجوار ها؟ بالقرب من كأن نقول هو قار هو يسكن عَلْ يَدْ هَا بَنْك بجوار أو بالقرب من أو بجانب البنك زي الجملة اللي إحنا جيبناها ما فيش مشكلة إذن استخدمنا مين؟ عَلْ وعَلْ يَدْ عَلْ لحال وعَلْ يَدْ لحال كذلك تَاحَتْ أو بالخاء تَاحَتْ عَدْ جِهَتْين إيش؟ لفظ صحيح تَاحَتْ يعني تَحْتَ تَاحَتْ أو تَاحَتْ إذن لفظ حاء أو خاء بمعنى تَاحْتَ افو أين؟ هَسَفِرْ 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 تَاحَتْ هَكِسَيْهِ هَسَفِرْ تَاحَتْ هَكِسِيْهِ الكتاب تَاحْتَ الْكُرْسِيْهِ هَعَتْ القلم قلم الحبر أخذناها هَعَتْ قلم حبر هَعَتْ تَاحَتْ هَكِسِيْهِ هَبَيْتْ شِلْ أَاحْمَدْ بَيْتْ أَاحْمَدْ مَالُوْ تَاحَتْ هَبَنكْ بين بمعنى بين بالعبرية بدل ما نقول بين بالعربي هيا كيش منقول بالعبرية بين ايفو هَبَيْتْ شِلْ حَسَنْ أين بيت حسن؟ هَبَيْتْ شِلْ حَسَنْ بَيْنْ هَبَنْكْ وَوْفِيْنْ هَمِسْرَادْ وَبَيْنَ الْمَكْتَبْ بَيْنْ هَبَنْكْ وفين همسراد مثلا بيت حسن بين كذا وكذا بين هذا إيش برضو لازم نستخدمها لازم نعرفها هذه الحروف إيش بسيطة وسهلة ويجب معرفتها لأنها هي الحروف التي تربط الجمل بعضها ببعض ولا إيش نستطيع الاستغناء عنها وهي مهمة جدا جدا رغم أنها حرف واحد إلا إيش كل حرف له قيمته وله استخداماته المفيدة بالنسبة لنا إن شاء الله